بسم الله الرحمن الرحيم وبهنا نستعين ونسأل الله التوفيق والثبات والسداد والصلاح فيما يخص القضايا المالية والتجاوزات الصارخة والمسؤولية على الوزير واللي تتقع على عاطقه مسئلات عديدة وصون الأمانة وبر بالقسم وخمس محاور المحور الأول عن الدين العام والمالية العامة المحور الثاني تنفيع شركات على حساب المال العام المحور الثالث تأثير تكاليف الاستبدال الربوي على المتقاعدين المحور الرابع الجانب الاستثماري وكيفية الحفاظ على الأصول المحور الخامس القضايا المالية وبرزها سرقات وشبهات تنفيع وعمالات ورشاوي وانتفاع شخصي بالتالي أوضح نقاط رئيسية لكويت دولة نفطية ونعتمد كلياً من بعد رب العالمين على صادرات النفط وعندنا الاستثمارات الخارجية والتي يعاد استثمارها وهي عن نحو الآتي عندنا الإرادات النفطية وكذلك الاستثمارات وفي الصندوق السيادي الأجيال القادمة واحتياطي العام الأجيال القادمة نقف على أرض صلبة وجميع الاستشارات العالمية أكدت هذا الأمر أن الكويت تقف على أرض صلبة ولا نحتاج للدين العام أو القرض العام إنما جعل الكويت دولة مديونة في عز الفوائض المليارية وهذا يبين الخلل وسوء التنفيذ والتجاوزات والهدر والأصل أن يتم ترشيد الإنفاق بالشكل الصحيح وعدم المساس في جيوب المواطنين أكد وكل النواب أكدوا في حملاتهم الانتخابية عدم المساس في جيب المواطن والحفاظ على مقدرات البلد إنما الوزير قدم وثيقة اقتصادية فيها مساس مباشر على المواطنين وأكد مساس مباشر على المواطنين لم يكن الوزير يوم من الأيام يحارب التجار إنما راحل مباشرة لجيب المواطن العهد اللي ذكرناه في السابق اليوم نوفي فيه هل يعقل أقوم في زيادات وكسر ظهور المواطنين ومو كل الكويتين مقدرين أغلبهم عايش على الأقصاط والرواتب والمساس في جيوبهم والأكثر تأثراً أصحاب الدخول البسيطة المعتمدين على رواتبهم ذوي الدخل المحدود وأكد أن الوثيقة ما باقي إلا التنفيذ لذلك يجب طرح الثقة بهذا الوزير حتى يأتي وزير ما ليقدم وثيقة اقتصادية تحافظ على مقدرات البلد وأيضاً المواطن هناك نوعين من التوازن الحفاظ على المواطن وكذلك الوطن لكن أعالج كل السلبيات والإخفاقات من جيب المواطن فهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً ورح أن تصدى هذا الأمر أوضح هذا كتاب من الوزير هي قضية حالية تخص الوزير حالي رفع توصيات تمس مساس مباشر في المواطن ورواتبه ومعيشته وكل الأمور التي تقلل من الرفاهية وهذا يعارض المادة عشرين من دستور دولة الكويت تحقيق الرخاء ورفع مستوى المعيشة ليش ما راح على أملاك الدولة راح على طول جيب المواطن هنا نرفض أي رفع أسعار لكن ما راح لأملاك الدولة ما مس التجار مس المواطنين مباشرة عندما رفضنا رفع أسعار البنزين في السابق اليوم يتكرر على البنزين والديزل والكهرباء والرواتب والعلاج الخارج وغيرها من الأمور والمواطن أحق في مقدرات البلد بالتالي خنوى الضحة وهي عن نحو الآتي أثناء الوزير الحالي هو من قدم هذه الوثيقة وثيقة دمار بحق المواطنين أول شيء تجميد كافة الزيادات والترقيات السنوية لكل الجهات الحكومية والمستقلة والشركات التابعة أعيدها تجميد كافة الزيادات والترقيات السنوية لكل الجهات الحكومية والمستقلة والشركات التابعة يعني كل الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات التملكة الدولة مثل شركات البترول هذا الأمر لن نقبل فيه أيضاً من ضمن التوصيات اللي قدمها إقرار الضرائب مو بس ضريبة واحدة نوعين من الضرائب كل هذا يبي يزيد من إرادات الدولة من جيب المواطن معنا عطينا توصيات في رفع من إرادات الدولة دون المساس في جيب المواطنين إنما ذجأ مباشرةً للمواطن وأكد هذا الأمر أي وزير سفيأتي بهذه الوثيقة راح تصدّى له ولن نسمح يوم الأيام يتم الزيادة على ظهور المواطنين واستنزاف ميزانيتهم لذلك لا تتقير الإجراءات باختلاف الوزير والموقف ثابت في المعايير والمواضيع والمخالفات والتجاوزات الصارخة أوضّح تعديل وتطبيق ضريبة السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة يبي ضريبتين على المواطن مو وحدة ضريبتين اليوم لما أنت تجمّد الرواتب وزيد الضرائب شنو لا يصير حق المواطن وشن يصفّالهم الراتبة مو معقولة مو كل الكويتيين مقتدرين أنا أكلم اليوم النواب وكذلك الصحافة وعلى رأسهم الشعب الكويتي هذه ضركم ضرر مباشر إذا تم رفع الأسعار من الطبيعي راح يتأثر المواطن بشكل مباشر راح تتقير معيشته تتقير الظروف بارتفاع الأسعار ومو كل الكويتيين مقتدرين أعيد وكرّر تطبيق ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية إضافة عن ذلك لم يكتفي عند هذا الحد إنما زيادة أسعار رسوم والخدمات زيادة أسعار رسوم والخدمات اليوم يتحجّج أنه بقانون هذه توصية الوزير هذه نظرته نظرته أزيد على المواطن أحط الأعباء عليه اليوم يتحمّل كل التكاليف أيضاً راح من ضمن الأمور رفع رسوم استهلاك الكهرباء والماء لتخفيق العب على الطاقة دعني أوضح ترى هذا ما يحتاج اليوم تشريع لأنه في 2016 زادوا إلى 25 فلس فبالتالي يقدر يزيد عندها مش عدتها إلى 25 فلس ورح يتأثر المواطن شنوذن بالمواطن يتحمّل إخفاقات الحكومة وهناك خلل إداري ما عندنا عجز مالي عندنا عجز في الإدارة المالية للدولة واللي حصل هو عن نحو الآتي لم يكتفي عند هذا الحد اليوم إذا تم إقرار هذه الوثيقة وثيقة الدمار وثيقة الدمار الشامل ما يصف من راة المواطن أي شيء أضيف تعديل صرف راتبين للهيئة التدريس في جامعة الكويت والتعليم التطبيق والتدريب والمعهد الفنون الفنون للمقررات الصيفية بديوان الخدمة المدنية هذا اقتراح الوزير بصرف مكافأة مقطوعة لا تتجاوز خمسة ثلاثة آلاف دينار لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار تعديل قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن المخصصات الساعات الزائدة على النصاب التدريسي بجامعة الكويت والتعليم التطبيقي والتدريب والمعهد العالي للفنون المسرحية بخفضها خمسين بلمية من يقبل هذا الأمر وليش ما عبارت على مجلس الأمة إذا كان الوزير وذكرت في عدة مرات أي زيادة يجب أن تتلى البيانات كاملة مو أنا أطلع على البيانات هذه وثيقة سرية كان المفروض أن تطرح في مجلس الأمة وأنا تم الدراسة وعطينا البدائل والحلول لكن المساس في جوب المواطنين كلنا تعهدنا أن نوقف زيادة البانزين إنما زاد بنزين كهربة على واحد يمسها على أي وجه حق على أي وجه حق تمس الرواتب راح يقول مرئيات لكن هذه سلمت والوثيقة كاملة باقي التنفيذ أكررها باقي التنفيذ إذا تم تنفيذ هذا الأمر راح تزيد الأعباء المالية وتتقير ظروف المواطنين من حال لحال من يقبل هذا الأمر المساس في الدعوم لأجل يوفر الميزانية من حساب المواطن أيضا حتت بطاقة عافية المتقاعدين ما أسلموا من تقليص هذا الأمر تخفيض الحد الأقصى لانتفاع من نظام التأمين الصحي عافية إلى أربعة آلاف دينار سنويا للمؤنع علي بغرض تخفيض قيمة العقد هل يعقل أروح لكل الشرائح لكل الأعمار الوظائف والمتقاعدين والدعوم شنبقه استقلال أزمة كورونا لا تكون على حساب المواطنين أيضا تخفيض بند العلاج في الخارج بنسبة 50% وتكاليف وزارة الصحة بتحديد الأمراض والحالات المستحقة فعليا للعلاج لما خفّذ 50% هل أنت وبنيت مستشفيات وفّرت الأسرة الطاقم الطبي ينفكّروا بتخفيض 50% من العلاج الخارج وفّرت البديل ما تم توفير البديل إنما تم التوفير من صحة المواطن من مصروف المواطن من إيرادات الدولة انتعاشة على حساب المواطن البسيط أيضا إلغاء دعم للسودعات لكل من البانزين والكوريسين والديزل اليوم نتأثر المواطن مرتين يتأثر إذا تم رفع البانزين من الطبيعي السلع سترتفع التاجر لن يتحمل تلك الزيادة سيحطها على المواطن ويتحمل هذه الأعباء المواطن والزيادة الأخرى هي الزيادة المباشرة فعندنا زيادة مباشرة وزيادة غير مباشرة الغير مباشرة عندما تتم زيادة من السلع على المواطنين والمنتجات لن تتأثر في المنتجات بشكل عام والمنتجات كده أقصد الخام بانزين ديرزل وغيرها والزيادة المباشرة ارتفاع الأسعار أنا أوضح سياتة الوزير ليش ما أعلن عن خطته عندما قلنا خطة ضبابية كل دول الخليج وزراء المالية اذكروا خطتهم بكل شفافية صارحوا شعب الكويتي لكن هناك ضوابية وتعتيم وتضليل على المواطن أنا أبري ذمتي أمام شعب الكويتي وخاطب شعب الكويتي والله العظيم أن الحال راح يتغير عليكم وراح يتغير من حال لحال وراح يدي جامل الوزير أنت تتأثر إذا ما طرح الثقة بهذا الوزير أنت راح تزيد عليك الأسعار وانت راح تتحمل وانت راح تتأثر لا مجاملات على حساب المصرح العامة ولا مجاملات على حساب المواطن يغادر وزير ويأتي وزير آخر يعطينا خطة بشكل صحيح دون انتقائية ما زاد الأسعار على التجار ولا أملاك الدولة مسحة راح على طول على المواطن أين الخطة والتدريج لذلك أخذ عهد على نفسي دائما مع صفوف المواطنين ولن نتخلى عنهم أيضا تخفيض دعم الأندية وهو النشاط الرياضي كل دول العالم يزيدون الدعم إلا لكويت تخفيض الدعم إن رحت الأمور الاجتماعية الثقافية التعليمية الرياضية تم المساس فيها تم المساس فيها كم يوفر ترى كل هذا مليار دينار مليار دينار بس يوفر معنى مرسوم التحاسب يوفر مليار لو بين النفط والمالية بإمكاني أووفر مرسوم التحاسب أووفر مليار ولا أجيس مقدرات المواطنين وهم الأحق فيها والأولى فيها رفع المعدلات المطوبة للابتعاث الطلبة إلى الخارج وقصر التخصصات وفق الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل حتى البحثات اليوم بيقللها حتى البحثات كل دول العالم الزيد على أساس أساس العلم هو انتعاش البلد وتطويره التنمية البشرية هي من تأتي في التنمية المعمارية لكن لما أجيس كل مقدرات البلد وأكرر الخطة بس باقي التنفيذ أن رفعت رسمي وكل نائب لاحق للطلاع باقي التنفيذ وأن نفذت كل المواطنين رح يتأثرون وخاصة أصحاب الدخول البسيطة اللي معتمدين عرواتهم اليوم في الوقت الحالي البعض ينتهي راتبة يمكن قبل نهاية الشهر هني شو بيصير فيه حتى أوروبا الدول الرئيس مالي بالشكل الصحيح ما سووا شديد ما حطوا كل هالاقتراحات دفع وحدة دفع وحدة بنزين كحربة تعليم علاج الخارج ضرائب هل يستاهل شعب الكويتي هل يتسعق شعب الكويتي هذه الزيادة والمساس في مقدرات البلد وشنو الحلول اللي حطها راح على طول للدين العام أحط أعباء مالي على المواطن وحط أعباء مالي على الدولة حتى من يؤيد الدين العام اليوم أوجه الخطاب له من يحترض فهو أحقق الأمر وقال أني معترض لكن لأي الدين العام هل يعقل يقدم دين عام بدراسة شهر الثنين شهر الثنين من الطبيعي لاقتصاد تغير في أزمة كورونا يأخذ دراسة شهر الثنين ويقدم الدين العام في شهر أربعة في أزمة كورونا الظروف الاقتصادية والخريطة العالمية بالنسبة للاستثمار من الطبيعي تأثرت يأخذ دراسة قديمة في شهر الثنين ويقدمها في شهر أربعة عشرين مليار دينار كويتي تكون دولة الكويت مديونة وعندنا في الأجيال القادمة خلنا يقول الكاش شنفي أكثر من الدين العام الكاش اللي موجود في الأجيال القادمة أكثر من الدين العام ليش أخذ دين العام وخلي دولة الكويت مديونة مقترضة وخاصة ديوان المحاسبة سلط الضوء على هذا الأمر وذكر في الإدارة المالية في ذات الوزارة لسجو فيها الوزير ديوان المحاسبة يؤكد التالي مخاطر متعلقة بإدارة الدين العام ما عندهم إدارة حتى تتم بشكل صحيح إن ديوان المحاسبة سلط الضوء والمخالفات على الدين العام أنا أخاطب من يؤيد الدين العام مو من محترض المحترض خلاص أبدأ وجهة نظره مخاطر متعلقة بالدين العام أظهرت موشيرات استدامة للدعم المالي نسب موجبة للسنوات من 2014 حتى 2017 تدل على عدم استدامة السياسة المالية لتلك السنوات دولة الكويت أخذت سندات وهو يعتبر دين عام بالفترات السابقة بقيمة 28 مليار دولار تنتهي في سنة 2022 في قيمة 3 مليارات ونص وأربر مليارات ونص دولار تنتهي في سنة 2017 ديوان المحاسبة يؤكد المخاطر والظواهر وعدم تدعيم هيكلتها واختصاصها وتوافر كوادر الفنية شون اليوم انت موجاهز وتأخذ دراسة قديمة وحط أعباء مالية على الدولة ودين عام ما بني على باطل فهو باطل لا يوجد سياسة مالية ولا شفافية وتضليل تام اليوم إذا الوزير استمر دولة الكويت مديونة الأسعار تزيد المواطن ذاته مديون قدمنا الحلول الجذرية حتى لا يتم المساس لا في مقدرات الدولة ولا الشعب الكويتي وهي عن نحو الآتي عندما قدمت أبرز الحلول التي افترض قيام فيها ولكن لم يتم الأخذها في الاعتبار ضبط الإنفاق ترشيد الإنفاق الحكومي تنفيذ الميزان بشكل صحيح دعم تحميل الإحتاطي العام ونقل الأصول بين الأجيال القادمة والإحتاطي العام أيضا قرض الإحتاطي العام للأجيال القادمة إضافة على هذا الأمر اللي ابتعاد كليا عن الدين العام توريد الأرباح المحتجزة للإحتاطي العام خلني وضح للشعب الكويت والنواب الوزير لم يحول سبع مليار وخليك شف الحقيقة هذا القرار اتخذ في ثلاثة سبعة 2019 أي قبل تولي الوزير منصبه عن طريق مجلس الأمة ووافق عليها لجة الميزانيات في ثمنتعش فبراير 2019 ثمنتعش فبراير 2019 الوزير ما كان في الحكومة رفعنا التقرير في لجة الميزانيات إلى مجلس الأمة في شهر سبعة 2019 شهر سبعة 2019 قبل لا يتولى الوزير المنصب عندما ذكر ودت كتاب لتوريد الأرباح السبع مليار لم تتورد الأرباح المهتجزة لم يتم توريد الأرباح المهتجزة أثناء الوزير الحالي إنما اللي حصل تم توريد مليار وأربعمية قبل الوزير الحالي بما فقط مجلس الأمة إجمال المبلغ ثمن مليارات وأربعمية من كل الجهات ذات الميزانية المستقلة وهي موجودة عندكم الجدول ثمن مليارات وسبعمية حوّل رسميا مليار وأربعمية قبل تولي الوزير مليار وأربعمية الباجي لا زال في القطاع النفطي لا زال لذلك كل ما أثير في الإعلام غير صحيح الوزير لم يتابع دز كتاب ولا تابعه دز كتاب ولا تابعه إلى غزارة النفط حوّل رسميا مليار وأربعمية قبل تولي الوزير وهذا البند أنت الوافقت عليه مو الوزير ولا لا دخل الوزير مجلس الأمة بموافقة الحكومة السابقة تم المصادق على هذا الأمر أنت من صادقته على ثمن مليارات وأربعمية أحوّل رسميا مليار وأربعمية السبع مليارات لم يتابعها دز كتاب سياسي سياسي لتغطية نفسه أثناء الاستجواب وكل ما أتخذ من بعد إعلان الاستجواب في ثمانة أربعة الفين وعشرين أبي أي خطوة اتخذها قبل هذا التاريخ أتحده خطوة واحدة بس قدم الدين العام كل الخطوات استهلاكية سياسية دعاية انتخابية عطمي شيء على أرض الواقع لم يتصدّل التجار ولا أخذ قرار واحد ضدهم هذا القرار سبع مليار المتبقي لم يتم توريده وإذا تم توريده محاسبيا وتكلم اقتصاديا وفي الميزانية وهذا اختصاصي لماذا أطلب دين عام إذا تم التوريد لماذا أطلب دين عام ما أنت طالب دين عام بقيمة عشرين مليار ثمان مليارات نخليها على الرواتب وهو أصلا الأرباح المحتجزة لماذا كنا نقول حولوها لأن قيمتها ثمان مليارات وأربعمائية وأكرر ما أحول سبع مليار ولا تابع تالي كان الأصل توريد الأرباح محتجزة أنا ما أطالع كتاب أرسل شن المتابعة والمثابرة التي تحويلها رسميا لكن ذا الشيء ما تحول هو العدم سواء أيضا لما تكلمت عن معالجة الحساب العهد عن الديون المستحقة حساب العهد من الطبيعي ارتفع كان ثمان مليارات وتم معالجته أثناء الوزير السابق حتى وصل إلى أربع مليار واليوم يصرفون على عقود ومشاريع على حساب العهد واذكرها ديون المحاسبة عندما تم الاجتماع معهم بحضور النواب والوزراء ورئيس الوزراء وكذلك ديون المحاسبة آسف ديون المحاسبة بروحهم تالي اجتمعنا مع الحكومة فديون المحاسبة أكد الصرف على حساب العهد وحطينا كل الحلول بل بدائل السؤال اللي طرح نفسه هل الوزير اللي قلنا له في الميزانية حط من ضمن الأمور الرئيسية بدل عدوى أو وباء لصفف الأمامية كلهم هذا من ضمن التوصيات اللي قدمت لهم لذلك لم تؤخذ في الاعتبار تنفيذ الميزانية وذكرنا كان الأصل فيما يتعلق بأزمة كورونا تقدمت بمقترح بتوصيات لتحسين الوضع المالي فيما يتعلق في الميزانية إلا أن لم يتم أخذها بالاعتبار وارتفعت المصاريف والصرف عن طريق حساب العهد وهذه مخالفة صريحة لقواعد الميزانية وحساب وسيط وبالتالي في السنوات السابقة الشي اللي حصر صار فيه تزوير وانتفاع وتحويلات في حساب العهد في السنوات السابقة لأن حساب خارج أبواب الميزانية عندما يتم معالجها بالشكل الصحيح هو الأصل لكن عندما يتم العبث وعدم إقرار وإدراج البنود والأبواب بالشكل الصحيح تكون الميزانة مبعثرة ولا تعكس الواقع الحقيقي لذلك راحوا لأمرين الدين العام ورفع الأسعار على الناس شنو الإيجابية وشنو الخطط اللي حطها الوزير لانتعاش البلد وتنمية إيرادها ولا شيء على طول لجأ لأسهل طريق وبالنسبة لي أصعب طريق لجأ بالمواطن وقدمت أيضاً ميزانة 2021 و2020 تعديل كثير من الأمور لاعتمادات المالية الخاصة بالمهمات الرسمية يتم تقليصها والمصاريف الرأس مالي يتم تقليصها وعدم المساس في جوب المواطنين لكن حتى لو يقول أنا عدلت ليش ما وضح وشرح خطته أمام الشعب الكويتي ووضح كل البنود وشنو الهدف المساس في جوب المواطنين وكل النواب تكلموا عند عدم رفع الأسعار لكن هذا مُن رفع أسعار هذه بذاتها كارثة وزيد الأسعار بشكل مباشر ورح تتقير الظروف لكل مواطن خاصة المعتمد على راتبة وهذا البند أبي الوزير رد عليه لأنه عندي ردود أكثر إخفاقات الميزانية كان الأصل يعالج على تعديل مرسوم التحاسب البعض قد يسأل شنو مرسوم التحاسب تكلفة إنتاج النفط اليوم تقريبا ثلاثة عشر دولار للبرميل فيوم وصل البرميل ستعش يعني ربحنا ثلاثة دولار قبل كان تسعة عندما يتم تعديل مرسوم التحاسب توفر مليار دينار كويتي أي ما يعادل ثلاث مليارات دولار في السنة ما كان أولا نعدل هذا الأمر ليش أروح إلى جيب المواطن وتكون تكلف للبرميل تسعة دولار أرباح الدولة ستزيد إراداتها سوف تتم تناميها وزيادتها وما تجيس رواتب المواطنين أيضا من ضمن الأمور تنفيع شركات على حساب المال العام أولا أنا بابدي في الممارسات بعدين بروح لقضية رئيسية بس أرد لساليب التعاقد تحت الظروف الاستعجال والتي لم يتم للسيزان فيها في ممارسة وأمر مباشر الوزير بحد ذاته لو صار هذا الأمر أنا لو منه قدم استقالتي كان الإشراف عن طريق وزارة المالية السحب الصراحية صار عن طريق مجلس الوزراء وردوه وزارة المالية شون قبلت أن يسحب منك هذا الاختصاص الأصيل ويروح لمجلس الوزراء ويرد لك مرة ثانية أيضا أبين أنواع التعاقدات وحجمها وتكلفتها بالإضافة لعدم الالتزام بقوانين الدولة عندنا ممارسات والأمر مباشر أمر مباشر ممكن يروح إلى مباشرة في حال لا يوجد إلا مورد واحد والممارسة الأقل تكلفة في فنادق قدموا بالمجان شنو عذر وزارة المالية تصليحها أكثر فراحوا لحق الفلوس هل هذا عذر منطقي لما يأتي واحد ويقول أنا بأعطي في المجان يروحون حق اللي عنده فلوس أيضا الملاحظات هذه قدمتها لم تأخذ في الاعتبار نهائيا لم تأخذ في الاعتبار حطيت شنو الأمر المباشر والممارسة الممارسة نوع من أنواع التعاقد تطلب الجهة الحكومية إجرائه بسبب طبيعة الأعمال المتعاقد عليها أو ضرورة استعجالها ولا يتم ذلك إلا موفقات الجهاز المركز المناقصات بناء على مذكرة مسببة من تلك الجهة وأقصد الجهة الحكومية أما الأمر مباشر نوع من أنواع التعاقدات تطلب الجهة الحكومية إجرائها تكون الأصناف التي تطلبها لا تصنع ولا يتم توريدها إلا للجهة ذاتها بما لا شك فيه أن الظروف الحالية التي عيشها دولة الكويت في ظل جاحة فيروس كورونا تتطلب كثير من التعاقدات الحكومية تحت ظروف الاستعجال لكن دعنا نوضح النقطة الرئيسية 55% راحوا للتعاقدات لما لا علاقة في أزمة كورونا 45% لمختصة في أزمة كورونا سؤال واضح وصريح ووجيه للوزير هل كل البنود لحاطة في الميزانية رصدتها في الشكل الصحيح أو في بعض المشاريع مرصودة في الميزانية وصرفتها على أزمة كورونا خليقول خليقول اليوم في هذه الظروف نحتاج مع كل الاحترام والتقدير لشخص الكريم رجل استثنائي في مرحلة استثنائية لا يتم الصرف مرتين وفي بندين لذات المشروع في أزمة كورونا وفي الميزانية والطريق الأسلم والأوجب والصحيحة فيما يتعلق في الميزانية وبنودها واشتراطاتها ويبين عندكم السلايد 43% ما لا علاقة إلا في أزمة كورونا و57% في أمور خارج أزمة كورونا بالتالي القضايا الرئيسية لا تتجزأ كان الأصل يكون ربط بين الميزانية وميزانية كورونا أما فيما يتعلق في الشركات هل يعقل تمويل الشركات من مال العام دون العبور على مجلس الأمة والسناد على المادة 17 من دستور دولة الكويت للحفاظ على الأموال العامة وحمايتها واجب على كل مواطن لم يحطون شروط ميسر المشاريع الصغيرة المتوسطة عن طريق تمويل مشترك من البنوك المحلية والصندوق الوطني والفوايد على الدولة ومنزانية الدولة ذكرنا تكرارا ومرارا لا يتم الصرف إلا عن طريق مجلس الأمة إنما الوزير حاب التجار على المصلحة العامة ولا يجوز إقرار خطط تمويلية من ميزارة الدولة مقدراتها دون عرضها على مجلس الأمة فوايد وقروض ميسرة حتى لو بيشرك البنوك لكن الفوايد على الدولة 18 شهر و30 شهر في كل دول العالم وزير المالية مسؤول على السياسة المالية محافظ بنك المركزي مسؤول عن سياسة نقدية إلا بالكويت المسؤول الأول عن خطة الاقتصادية والحزمة الاقتصادية هو محافظ بنك المركزي ويعتبر تضارب مصالح وتداخل في الاختصاصات كونه رقابي ولا يجوز حتى لو صدر منه تكليف كان الأولى الوزير يقول آن تولى المسؤولية أو يتقدم باستقالته أين السياسة المالية للوزير ورسم الخطة وخاصة عندنا الميزاني وحساب الختامي الميزاني هي الأرقام المقدرة والخطة المالية المستقبلية الحساب الختامي يعتبر الأمر البات المصروف والإيراد الفعلي إذا كان محافظ بنك المركزي هو من يرسم سياسة المالية وهو من أيضا يراقب على السياسة النقدية معناته ناقة الداخل الاختصاصات وفي تاريخ ثمانية أربعة الفين وعشرين عندما حضر أكثر من واحد وعشرين نائبا وخمس وزراء بما فيهم محافظ بنك المركزي ووزير المالية أستحلفكم بالله ما تكلم وزير المالية على أولا شيء قال كلمة واحدة بس قلتا شون بتعالج اختلال هذه الميزانية قال قر الأفسد الأفسد صارت فيه سرقات واستباحت مالعام وبحد أخصى ما يطلع حتى عشر ملايين دينار ميزانتها 22 مليار وعالج عشر ملايين دينار بـ 22 مليار شون تصير هذه كان المتحدث في السياسة المالية والسياسة النقدية والاستدامة المالية كان محافظ بنك المركزي وزير المالية بتاتا ما شرح لا الخطة الاقتصادية ولا السياسة المالية ولا أي رؤى تخص سواء الاقتصاد الوطني أو الحفاظ على المقدرات الدولة قدموا بدائل تمويلية للشركات شنو دليلكم الشركات خسرت بهذا القدر الأزمة مخلصت ولا نعنف عمقها ولا مداها ولا امتدادها كانوا يجتمعون مع غرفة التجارة كيان غير قانوني ويأخذون خطة من غرفة التجارة على أي وجه حق وتقدم خطة مالية دون عرضها على مجلس الأمة بتمويل حكومي حتى لو تم إشراك القطاع الخاص قارات محافظ بنك المركزي الذي طقه على مسؤوليات وزير المالية آخرها اللي حصل في البورصة اللي حصل عندما ذكر لي البنوك والاتحاد المصارف هو بذاته أن لا يوزعون أرباح في سنة 2020 معنى البنوك من 2008 حاجزين مخصصات شاللي حصل انهار السوق حتى لو تم إلغاء التداول اليوم الأربعة آثارها لا زالت حمل المال العام تقريبا أكثر من 700 مليون دينار لأن الدولة تملك بحصص بالبنوك وتأثر السوق أكثر من مليار ومئتين بالمقابل يقدم دين عام كان الأصل حافظ على مقدرات الدولة حتى لو شطب هذا القرار المستعجل الغير مدروس إنما لآثار لا زالت وهنا عندنا تقييم لهيئة سوق المال بناء على الأسواق العالمية هذا تأثير مباشر اليوم محافظ بنك المركزي قاعد يأخذ مسؤوليات وزير المالية وزير المالية ليس بالصورة بتاتا فالنقاط اللي بوضحها كان الأصل معالجة اختلالات الميزانية بالشكل الصحيح والحفاظ على المقدرات البلد وعدم استنزافها شوف المصاريف شوف الهجر ويروحون على جيب المواطن تبرعات خارجية وقلص على المواطن إيرادات أقدر أنميها لكن أبي زيدها من المواطن عطينا الحلول واقتراحات وأكررها تحصيل ديون المسحقة قيمتها مليار وثلاثمائة ما أروح للمواطن أوفر مليار روح لوزارات الدولة لطالبها ثلاث مليارات ونص عالج حساب العهد الأربع مليار خل الأجيال القادمة يقرض لاحتياطي العام وحصلت في التسعينات ما هو شيء جديد وبعدها من يقول الدين العام يعطوني عشرين مليار دول الخليج صدروا سندات وأخذوا دين عام يعطونهم خمسة واستثني سعودية خمسة وستة تالي يجب إن بتكلم محاسباً معنانا معارض دين العام يكون حسب الناتج المحلي شنو الدراسة هل يعقل شرح ليش قدم دين العام شرح شنو الالتزامات شرح شنو المصروفات ما سواها وهذا قصور واضح شرح قال ليش موّل الشركات على أي أساس كلنا ما ندري شرح ليش راح لمقدرات الدولة واستنزافة بالطريق الخاطئ شرح ليش مسجوب المواطنين قال لكم ليش أنا بقلّص علاج الخارج خمسين في المية قال لكم ليش أنا بمس الكهرباء وزيد الأسعار قال ليش أنا بمس الدعوم من بنزين وغيرها بوقف بعيدها وهذا الشعب الكويت بوقف وأجمد الرواتب أنا إذا عندي ترقية ما أنا لحق أي شخص يوقف ترقيتي ويجمدها والعلاوات شون اتخذ هذا القرار هذا القرار الغير مدروس بالمقابل يدعمون الشركات من الأموال العامة أنا أوجه كلامي لمواطن البسيط إذا بيزيدون راتبك آسف إذا بمسون راتبك ويزيدون الدعم للشركات اللي يقولون متعثرة بشكل سريع دون مدروس يعطون تنمين للشركات والمواطن يمسونه لذلك أكررها الوزير عمره ما وقف ضد التاجر قراراته ضد المواطن مباشرة ضد المواطن وقلت أنا ميداني في المنصة يذكر كل الحقائق والأمور لتهم الثنزاف ميزانية الأسر شوفوا المواطن المديون المكسور هذا اللي حطوا عينكم عليه مراحل تمويل الشركات على طول إذا كانت اعتقدون تمويل الشركات بشكل صحيح ليش ما عرضتوها على المجلس الأمة خطة مبهمة ما حد أدري عنها نتفاجأ بقراراتهم في الصحف لذلك أعوذ بالله من كلمتانا وأدري أنكم أحرص مني بهذا الأمر لن أقبل بأسلم أو أسمع قرار من خارج مجلس الأمة إذا كان يتعلق في مقدرات الدولة ما أسمع قرار مني يقبل هذا الأمر شأنه لكن أنا ما أقبله المساس في جيوب المواطنين وأعطاء الشركات تمويل من غير العبور على مجلس الأمة لأن يدرون أن يتصدع هذا الأمر أذكر إذا عبر الوزير قرار نافذ وندشين صيف ما ينفع العظ بأصابع الندم ما ينفع الندم في ذاك الوقت يكون الأمور خلاص صارت صار أمر واقع وسي ندواتنا على هذا الموضوع اليوم إحنا فيها والتصدي وعدم المجاملة إيقاف هذه الوثيقة بطرح الثقة بالوزير ليأتي وزير عنده رؤية اقتصادية رؤية مالية دون المساس في جيوب المواطنين ومقدراتهم وروح على الاستبدال الربوي والفوائد الفاحشة على المقترضين ووضح وأكد نقطة رئيسية أن الوزير المستجوب هو من طلب من اللجنة المالية البرلمانية بتأجيل مناقشة السبدال بحجة أزمة كورونا هو من طلب تأجيل الموضوع بحجة أزمة كورونا ويروحون للشركات أكثر من 55% ما لا علاقة في أزمة كورونا مو الأولى المواطن البسيط اليوم المكسور المديون المتقاعد أزيد الفوائد عليه ولا ينظرونه بالاعتبار لكن للشركات 55% راحت لمال أشغل في أزمة كورونا واليوم الوزير من ضمن التخبطات الإدارية يطلب يطلب بي هذا عندكم بالشاشة يطلب بعقب ما صار الاستجواب وطلب تأجيل درب الاستجواب قيّر راية وطلب أن يناقش الموضوع دعني أوضح أول شيء طلب تأجيل بعدها يوم قدمت استجواب في ذات اليوم نفس اليوم كان يطلب مناقشة موضوع لاستبدال بعد نص ساعة قيّر راية أنا السؤال ليش طلبت تناقش الموضوع وبعدين طلبت أن تأجيل الموضوع إذا كان قرارك فهذا تخبط وإذا مو قرارك يفترض أن تتمسك في رأيك وتقدم استقالتك يعني هو ثلاث أمور ماكوا رابع يا أن ما نسق مع حكومة قدم الطلب وقال له لأسحب الطلب والمفروض تتمسك فيه وتقدم استقالتك يا أن في تخبط إداري يا أن أنت تقدم هذا الطلب ومو جهز نفسك تردد سحبة يا هل يعقل طلبات متتالية متناقضة متضاربة طلب التأجيل بحجة ما لعلاقة في أزمة كورونا طلب مرة ثانية بيناقش بيطلب مرة ثانية أجل الشون مع كل احترام له لك تكلم على إداريا شون أثق باتر إذا وعدني في أي وعد إذا قير وعده بن الساعة ما يقيره في أيام بعدين قال أنا بأس الشركة خلي قولي الحقيقة شركة دكتور نايف الحجرف قص شوت فيها وفي 15 عشرة فذة المجهود وما يكون أي أمر إلا بزرسة جدوى ومشكلة الشركة راح تكون ساينت ويشرف عليها البنك المركزي وحتى لو يقول مخاضعة راح تخضع لا يقول راح تخضع تحت البنك المركزي راح يتأثر المتقاعد قد يكون نفس الحال وأكثر يعالج من المشكلة مشكلة أكبر مجلس إدارة التأمينات رفض اختراحه طلع بكونه وقال قدم توصية كملها لا تقرب الصلاة كملها وقول أنه رفضت بأقلبية معده مدير التأمينات امتنع والوزير المستجوب مع كل احترام له وهو وافق بدون دراسة جدوى تكلفة مالية ستمائة مليون دائما نحقق التوازن بين المتقاعد وبين مركز المالي للتأمينات اللي فيها 34 مليار دينار كويتي جز منها داخل الكويت وجز منها بره الكويت استثمارات 72% خارج الكويت والباقي داخل الكويت ما يقدر بتسع مليارات داخل الكويت والباقي بره فوضح هذا الاقتراح قدم في 15 عشرة 2019 لكن كنا مستجمين ما أنا مع الاقتراح ليقدمه دكتور نايف الحجرف لذلك عندما الأخ الفاضل النائم محمد هايف قدم استجوابه قبل القرار وقع طرح الثقة وبعد القرار هذا يقدم استجواب وأيضاً كنت معلن مع الاستجواب لأن هذا القرار باطل وأنا أثق بجميع النواب هذا القرار كان على الأقل ما شو فيه بحبر على ورق ما بالك القرار شكلي رفض اليوم وأكد وأخاطب المتقاعد ما رح يمشي هذا القرار وراح يلقى بالرفض وشو يكون وضع المجلس شو يكون وضع المجلس عندما يتم الرفض قدمت اختراحات وذكرت إنشاء صندوق ثامن لتمويل المتقاعدين اليوم الاستبدال كل على بعضه تقريباً المتفوع واللي يطالبون تقريباً تسعمائة وتسعين مليون يعني قريب المليار فأنشأ صندوق ثامن لأنه عندنا في الوداع في التأمينات الاجتماعية 11 مليار دينار لما أخذ مليار وفيد في المتقاعدين بالتالي أنا حققت الرخاء والتوازن بين مركز المالي لمؤسسة تأمينات وأيضاً حققت عيشة كريمة المتقاعدين اليوم يتأثر من الفوائد الفاحشة الربوية وأيضاً لم يكتفي هذا الأمر عند هذا الحد إنما تم الطلب بفتوى كان فيه فتوى 2010 وذكرت أني كل ثقة تامة لمشايخنا الكرام وأتت الفتوى الأخرى تحرم من ربه وتؤكد نظام الاستبدال هو ربوي نظام الاستبدال ربوي محرم شرعاً فتوى جديدة تؤكد صحة الفتوى السابقة لبلفين وعشرة وهذه الفتوى في هذه السنة أيضاً بروح على السلايد يؤكد هذه عندكم بالشاشة بس خلني قرأها على ما تصير خلني قرأها إرادات بالنسبة حق الأحكام الشريعة الإسلامية في المواد الخاصة بالاستبدال ليس له ضوابط معينة وذلك لاحتماله أكثر من معنى ورؤى هذا رأي تأمينات ترى هذا رأي تأمينات بالاستبدال أيضاً عطني الأقرأ هذا هذه عندكم في اللجنة المالية أكد وزير المالية الحالي الأخ براك شيطان على التمسك الحكومة بالتعديل الذي تقدمت به فهو الأنسب والأفضل ورفضها للتعديل المقدم من السادة العضاء عبدالله فهاد العنزي وسامع عيسى شاهين دكتور عاد الجاسم الدمخي محمد هايف المطيري نايف عبدالعزيز المرداس الشعيب شباب المويزري مبارك هايف الحجرة علي سالم الدغباسي الدكتور عبدالله كندري عبدالوهاب محمد البابطين حمدان سالم العازمي والتعديل المقدم من السيد العضو صلاح عبدالرضا خورشيد وذلك للأسباب الوزير الحالي لذلك لا يقول المحاور كلها عن محاور سابقة كلها تنص وتختص في الوزير الحالي أكد الوزير والوزير الحالي المعني المستجوب على التعديلات على التعديلات النواب لا تتفق مع حكام الشريعة ذكرى هامش والذي يعني فائدة أي أنه أصبح قرض وليس نظام تكافلي لما الوزير يرفض ويؤكد وبعدين يقدم طلب بيناقش ويسعب هذا طلب اليوم شون أنا أثق عمليا لسه بشخصة شون أنا أثق باتل لو يوعدنا ما ينكب بهذا الوعد وكلامي للمتقاعدين كلامي وجهه للمتقاعدين شون رح يحصل هذا الأمر لا تتخير الإجراءات باختلاف الوزراء الموقف اللي أخذناه من دكتور نايف الحجرف يجب أن يتخذ للوزير براك الشيطان نظام ربوي فوايد كسرت ظهور المتقاعدين دون النظر في هذا الأمر وأكد في استجواب دكتور نايف الحجرف موجود نفس النقطة وأيضا عندما أعلنت استجواب الثاني للدكتور نايف الحجرف قبل استقالته فيها محاور أيضا ما تم معالجتها بالتالي القضايا العامة لا تسقط في التقادم خاصة إذا تم ما لها وضح بالجدول النمو الفعلي اللي بيّنت لكم أنه 34 مليار دينار مركز مال للتأمينات مركز المال للتأمينات فعندنا انتعاش مالي العجز الاكتواري 17 مليار فاصة أربعة لكنه هو افتراضي مفعلي سناديق التأمينات لا تعاني من عجز هو عجز تقديري وافتراضي وأيضا ممكان تغيير الطريقة من مغلقة لمفتوحة ويسير عندنا فائض وهذا ما اذكرته الجهات الرقابية وتحديدا ديوان المحاسبة تغيير وحصل في سلطنة عمان هذا الاقتراح فكل الأمور اللي قاعد يقولونها من معوقات يمالها أثر سلبي على ميزانة التأمينات إلا شيء بسيط ولكن الأصل والنظام التأمينات يعزز الرفاهل للمتقاعدين وتحقيق البنود لخدمات العامة فيما يخص المتقاعدين لكن الأمور التي تشير ما في رقبة حقيقية في إقرار هذا القانون بدليل تعطيله وأيضا يحتج في أزمة كورونا معنى الموضوع لا علاقة فيه بكورونا نهائية لا من بعيد ولا من قريب لكن تبين النواية الموجودة عند الوزير إذا تم تهديد بالاستجواب قدم قوانين غير قابلة للتطبيق تزايد الأقصار على الاستبدال مع تزايد العمر خلاني وضح شنو الاستبدال والأمثال الاستبدال يهلك المتقاعدين ولا يؤثر كثيرا على التأمينات لذلك يجب استبدال 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 بتاتا والأمثال يكلف على المركز المال للتأمينات لكن يخفف نوعا ما الأعباء المتقاعدين والأصل قروض ميسرة لكن إنشاء صندوق ثامن أو يكون وفق الشريعة الإسلامية بالقانون اللي إحنا نغر مو الوزير قاعد غير هذا الكلام رح يؤثر على ميزانية المتقاعدين ويبين عندك حجم الودائع لما قلت 11 مليار 11 مليار عندنا وداع استثمارية وأيضا حطينا النقاط الرئيسية لانتعاش المركز المالي للتأمينات منها لو بالنسبة حق المتبقي لاستبدال 612 نعش